اشتركوا في القناة والمسلمين بالعلم من جهة وبالقرآن من جهة أخرى تكلمنا في الفيديو السابق على أن ليس هناك أي علامة من العلامات الكبرى الذي تنبأ بها محمد منذ 1400 سنة قد تحققت إلى هذه الساعة وأن كل الدعاءات محمد ما زالت في طي الغيب بين قوسين لو كان هناك غيب إذن هنا نعلم أن الساعة ليس بقريبة كما يدعي محمد وكما يدعون الكثيرون من علماء المسلمين وكما يدعي الكاذب المزور محمد علي كيالي إذن الآن ننتقل إلى بقية ما قال علي منصور كيالي لكي نراجعه ونعرف مدى تزويره للحقايق ومدى كذبه على الناس البسطة الذين يشاهدونه وهو يعلم ومتأكد وله اليقين إنهم سوف لا يراجعون بعد ما يقوله ولكن من حسن الحظ إن هناك لا دينيين وملحدين لهم عقول يفكرون بها ويمكن أن يراجعون أكذيب هذا الذجال وإليكم ما يقول علي منصور كيالي لكن علمها الحقيقي هو عند الله فقط حتى الرسل الكرام ليس عندهم أي معلومة أن توقيت حدوث الساعة لا يعلمه إلا الله حتى الملائكة الكرام ليس عندهم أي إشارة أو أي معرفة عن متى حدوث الساعة إذن يا سي علي الكيالي كي حتى نبي ولا مقرب ولا ولي ولا رسول ولا ملائكة ولا حتى واحد يعرف متى قيم الساعة إلا الله بالطبع حتى هو كاد يخفيها على نفسه يعني حتى هو يعني فما شك كان يعرف ولا ما يعرش إذن علش تصدعنا وتحكينا على الساعة علش تكسرنا في رأسنا وعمل موضوع كبير متى قيم الساعة واللي يسمع يفزع واللي طل يهرب تيكي مية يعرف حتى حد علش علش تضيعنا في وقتنا غير بش تكذب على العباد وتخوفهم وتقول لهم راهي بش توقع وتقول لهم راهي قريبة تي محمد منذ 1400 سنة وهو يقول لهم راهي قريبة ما هيش حاجة جديدة همتا وكل العلماء كل مرة يقولوا لهم راهي قريبة وهو ما يستناوا إذن أنت شنو أضفت جديد لا شيء إلا أنك كرر الكذبة نفسها اللي قالها محمد عنده 1400 سنة راهي الساعة قريبة وكما قالها القرآن وهو يكذب إنها كلمح البصر وما شفنا لا لمح البصر ولا لمح العين وما فما حتى علامة من العلامات الكبرى قد تتحقق تي سيدي وقت تتحقق علامة وحدة وقتها أحكي على الساعة وقول إنها قريبة هيا يسي علي منصور الكيالي نشوفوك شنو الكذبة الجديدة اللي بش تكذبها علينا الكون والكون المضاوب كل الكون مجمع بقاعدة المخروط وهنا لا يوجد لا كواكب ولا نجوم ولا مجرات لماذا؟ تقول وكالة ناسا حاليا أن الكون هو مصطح إذن الكون مجمع في قاعدة هذا المخروط ويتوسع بكل الاتجاهات بش نكونوا واضحين أنا مانيش سيونتيفي أنا مانيش مختص في علوم المادة وعلوم الكون ولكن عندي مخ نفكر به وفما جوجل عليه الصلاة والسلام موجود يمكن الإنسان يكفي إنه يعرف يقرأ ويكتب إنه يبحث خاصة كيتكون عنده لغة غير العربية كما الإنجليزية ولا الفرنسوية هنا سعلي منصور كيالي يقول لنا إنه فما الكون والكون المضاد الكون المضاد هو الذي يطلق عليه أنتي ماتياغ بالفرنسية لو إنسان يبحث في جوجل هل بالفعل العلم الحديث يعترف بالكون المضاد؟ تلقى لا لو تضرب انتيماتياغ في جوجل تلقاها كل المقالات اللي تتكلم عن الانتيماتياغ أو ما يسمى بالكون المضاد هي افتراضات ليس لها أي علاقة بالعلم التجريبي صحيح هي افتراضية من بين الافتراضات وتعلم أنتما إن العلم الحديث ديما يضع عدة افتراضات ويقول لك هذه محتمل الوجود وهذه غير محتمل الوجود ويتم البحث في المسألة حتى يثبتها أو يقول إنها غير موجودة إذن هوني علي منصور كيالي يعرف كما قلت لكم قبل إن المسلمين عباد ميخموش وإنهم عباد ميحبوش يبحثوا وإنهم عباد يصدقوا أي حاجة تؤكد لهم إن دينهم صحيح هنا مثلا نظر بكم مثال بسيط إن محمد علي كيالي يقول إن النازة تقول إن الكون مسطح وهذا أيضا كذبة ثانية متاعه على خاطر وتترجع شنو يقول العلم الحديث وشنو يقول التجارب والنازة تقول لك اللي أحنا موجودين في كون وإننا قاعدين نشوفوا في جزء فقط من الكون يعني هما يقولوا فما ثمين أنواع من الكون فما الكون المرئي يعني نشوفوها احنا وفما الكون الجملي ثم تقول نازة احنا من المفروض من المفروض إن جزء من الكون الكلي يعني المرئي هو جزء ولكن هنا ديم العلماء يحطوا احتمالات حطوا الاحتمال الأول إن الكون المرئي يكون مساوي للكون الكلي هذا احتمال وفما احتمال ثاني يقول لك إن الكون الكلي هو أكبر من الكون المرئي يعني هذو مثلين احتمالات من هنا يجي يقول لك العلماء اللي هما ما زالوا ما أكدوش في المسألة يقول لك إن الكون يمكن يكون عنده ثلاثة أشكال الشكل الأول هو أن يكون مسطح هذه احتمال من الاحتمالات فهمت الشكل الثاني إنه يكون كوروي كوروي كامل هذا يحتمال ثاني الشكل الثالث هو أن يكون منحني عبارة على نصف كورة ممددة ومنحني يعني أطرافه منحنية هذو ما ثلاثة احتمالات ولكن العلم الآن يعتبر هذه الاحتمالات مزالت في إطار الدراسة والبحث وهي مجرد افتراضات هنا نسأل علي منصور الكيالي كيف يعتمد على فرضية ليس أكيدة وما زالت في دور البحث لكي يبني نظريته كلها بتأويل القرآن هذي السؤال متاعي وعليش اختار فكرة نظرية أن الكون مسطح ولم يختار نظرية أن الكون منحني أو كوروي وأعطيتكم هوني وريتكم الأشكال اللي يتصورها العلماء للكون ويمكن من بعد تظهر أشكال أخرى حتى الآن الأمور ما زالت مايش واضحة لأننا نحن موجودين داخل الكون ما نجموش نشوفوا الكون من الخارج وما نعرفوا حتى شيء على الكون من الخارج هوني بشي تشوفوا الكذب والدجل متاع هذا الانسان اللي مايحشمش لا من روحوا لا من العباد اللي يسمعوا فيه على خطر هو متأكد كيما قلت لكم ياسر مرات أن اللي يسمعوا فيه عباد جهال وميراجعوا شوراه ولكن من سوق حظه أن هناك أشخاص ملحدين ولا دينيين وعندهم مخ يفكروا به بشي يراجعوا لكلام متاعه كلمة كلمة ويحاسبوه ويظهروا كذبوا والدجل متاعه نواصلوا مع هذا الدجال ونشوفوه شنية هالنظارية متاعه اللي يبنيها على افتراض نجمه نقوله ماهوش ثابت علميا لكن هناك موضوع هام جدا الله سبحانه وتعالى يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين شنوى يا سيعلي منصور كيالي الشيء الهام جدا جايبنا آية قرآنية تقول أن إلهك خلق من كل زوجين اثنين وعلى هذه الآية تعتمد وانتي تعرف بالكداه أن هذه الآية العلم أثبتك ذبها هناك كثير من الحيوانات البدائية وكثير من النباتات وكثير من الحيوانات الأخرى الكبيرة حتى مثلا كما الحلزون وغيرها من الحيوانات بالمئات والآلاف مخنثة ليس زوجين وليس لها لا جنس ذكري ولا جنس أنثوي وكما زاد فهم نوع من النمل إذن أنتي هوني جايبنا آية أثبت العلم الحديث بالدليل القاطع أن فكرة أن كل شيء زوجين مجرد كذبة موجودة في القرآن وانتي توامز تصدق فيها ونعرف اللي أنتي تعرف اللي هذه كذبة ولكن كما قلنا تعرف اللي المسلمين يجهلون اللي هذه كذبة لهذا أنتي تعتمد عليها نواصلوا شنوى تقول لنا بش نعرفو الكذب متاعك والنفاق متاعك التوبولوجيا هي دراسة الجانب الآخر من الشكل أو دعونا نشبه الموضوع بصورة إنسان في المرآة يعني الصورة الأخرى هنا عليك يلي يستعمل مصطلح أغلب المسلمين مع الأسف ما يعرفوش المعنى متاعه هو التوبولوجيا ونحن نعرف أن هذه الكلمة حديثة وهي جاية من اليونانية والمقصود بها التوبو يعني المكان والوجيا هي الدراسة يعني دراسة المكان إذن التوبولوجيا هي تبحث في خصائص المكان يعني الأشياء عندما تتبدل من المكان متاحها يدرسوا الخصائص متاحها والإنعكاس اللي يذكروا كمثل في المرآة هو جانب من الجوانب ليس كله توبولوجيا لأن التوبولوجيا اختصاصها هي دراسة المكان إذن هوني استعمل هذا المصطلح العلمي الذي هو حديث جدا الذي يتطور في القرن العشرين من أجل أن يبهر المسلم بمصطلح لا يفهمه ويجعله يصدق كلامه نرى ما يقول علي منصور كيالي يجب أن يكون هناك حاليا كون آخر مضاد لماذا؟ قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب هوني سعلي الكيالي يقول أنه يجب أن يكون هناك كون مضاد شنو الدليل امتاعه؟ ما عنده حتى دليل غير أنه عنده القرآن يقول أنه هو القرآن كاتب هوني أن إله سوف يطوي السماء كطي السجل للكتاب هل هذا دليل؟ لا ليس دليل لأنه نعرف الاسماء هي كلمة استلاحية ليس كما يدعي القرآن إنها بنيان وإنها شي ملموس إذن هي مجرد مصطلح أحنا نتصوره ونطلق عليه اسماء أما هو بالفعل ليس له أي وجود يا سعلي الكيالي أحنا قلنا لقدش من مرة أن القرآن لا يكفي أنه لا يحتوي على معلومات علمية حقيقية بل يحتوي على أخطاء فضيعة مثل مثلاً فكرنا لك توا على أنه خلق من كل شيء زوجين ووريناك اللي فيما ياسر حيوانات وفيما ياسر نابتات عندها جنس واحد وكما بينا لك الاسماء ما هيش حاجة ملموسة لكي يمكن أن تطوأ إذن يا سعلي الكيالي دليلك يعتبر واهي وخاطئ وليس يعتمد على أي شيء علمي ولكن بالطبع سوف يصدقك إنسان واحد هو الذي يؤمن بأن القرآن هو كتاب سماوي لكن اللي عنده مخ ويفكر يعرف اللي القرآن هو مهوش كتاب سماوي وأنها يحتوي على أخطاء علمية فادحة إذن لا يمكن أن يصدقك لهذا أنا أفهم اللي أنتي تعتمد كان على المسلمين اللي يحبوا يصدقوك رغم كل الكذب اللي قاعد تقول فيه عليهم على خاطر يحبوا يطمنوا رواحهم اللي هما على حق وانتي كنت الوسيلة بش تنجم تطمنهم حتى ولو تستعمل أكبر الأكاذيب وأكبر الخداع لأنك زادت تعرف اللي المسلمين ما هموش بشيراش عوراك وحاجة أخرى للعباد اللي ما يعرفوش الإسلام وما يعرفوش تفسير القرآن هذه الآية اللي ذكرها علي منصور الكيالي ليس لها علاقة لا بدواران الزمان ولا بكل هذه الخرافات لو ترجع للتفسير سوى ابن كثيرة والطبري تجد أن هذه الآية تتكلم عن يوم القيامة حتى أن فما آية أخرى تقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات متويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونرجع للتفسير ابن عباس وغيرها يقول أن الله معنى يوم القيامة سوف يطوي السماوات ويطمي الأرض ويجعلها في يمينه كحبة خردل إذن هوني لبدواران زمان ولا أي شيء من الخرافات هذه وإنما هو هوني القرآن يتكلم على الآية يوم القيامة بعد قيام يوم القيامة ليس قبل القيامة وهنا سي علي الكيالي يكذب تفسير اللي موجودة متاع المسلمين كلها ويكذب الصحابة ويكذب محمد اللي يفسر لهم هذه الآية قال لهم شنوة تعني هذه الآية لكن سي علي منصور الكيالي يجيب لنا تأويل من رأسه ويلفق كما يحب هو غير بشي يأكد لكلام متاعه اللي ما عنده حتى أساس من الصحة ونشوفوك طوا شنوة بش تقول لنا فقال صلى الله عليه وسلم بما معناه اليوم استدارة استدارة الزمن كيوم خلق الله السماوات والأرض علي منصور الكيالي بعد لزور وأول الآية القرآنية اللي تتكلم على طي السماء كطي السجل للكتاب وادعى إنها تدل على إنها دورة زمنية واللي هي في الحقيقة عندما نرجع للتفسير تتكلم على بعد قيام يوم القيامة وليس لها أي علاقة بما هو قبل قيام يوم القيامة هنا بش يزيد يأكد لكلام متاعه اللي يدعيه واللي ما عنده حتى أساس من الصحة جاب لنا حديث ذكر في حجة الوداع حيث محمد في حجة الوداع قال معناه في الخطبة متاعه إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وهذه البداية متاع الخطبة لو نرجع للتفسير متاحها معناتها للأولين والصحابة والكل نلقاها ما عندها حتى علاقة بما يدعي هذا الذجال بل إن محمد هوني يبين إن تأخير الشهور وتبديلها وإلغائها اللي كانت تعملها معناتها العرب قبل الإسلام أصبح أمر محرم وبين محمد إن السنة التي حج فيها حجة الوداع هي السنة التي وصل فيها ذو الحجة إلى الموضع متاعه فقال محمد إن الزمان قد استدار يعني إن الله أمر أن يكون ذو الحجة في هذا الوقت وقال لهم أحفظوا هذا الشهر واجعلوا الحجة في هذا الوقت ولا تبدلوا شهر بشهر كعادة أهل الجاهلية فهو يتكلم على حاجة ما عندها حتى علاقة باللي ادعاه عليه منصور كيالي اللي عرفناه في كل الفيديو متاعه اللي يأول ويبدل النصوص ويسفه العلماء والصالحين من المسلمين والصحابة ويسفه حتى محمد نفسه أنا مانيش فاهم كيفاش واحد يقول إنه مسلم ويصدق هذا الكذاب وإليكم ما يقوله بعد ذلك جنة عرضها كعرض السماء والأرض لو أنزلنا مستقيم من هنا ومستقيم من هنا نحصل على ذات المسافة أي فعلا جنة عرضها كعرض السماء والأرض بذات المسافة أولا يجب أن أنبه أن مسألة عرض الجنة كالسماوات والأرض مذكورة في آيتين هناك آية آلي عمران رقم 133 حيث يقول القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين والآية مذكورة مرة أخرى بنفس الصيغة مطارقة مختلفة قليل في سورة الحديد رقم الآية 21 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هنا في الآية الثانية التي استدل بها علي منصور الكيالي ظهر كعرض يعني تشبيه بينما في الآية الأولى من تعالي عمران ليس هناك تشبيه وإنما ذكر أنها عرض السماوات والأرض ومن سوء حظ علي منصور الكيالي الذي يعمل كل هذه التمثيلية من تبديل معنى الآيات من تبديل معنى الأحاديث من أجل في الأخير لكي يصل بنا إلى هذه الآية لكي يقول لنا أن السماوات والأرض هناك فما كون مضاد وكما شفته في الفيديو بتاعه كيفاش يمثل المسألة كالساعة الرملية حيث أن هناك كون علوي وكون سفلي ثم هذوم الكونين بش يتلاقاه مع بعضهم كطي الكتاب ويتلاقاه مع بعضهم وكي يكون معنتها الجنة هي عرض السماوات والأرض وهذا الكلام من وحي علي منصور الكيالي مصدقه حتى واحد إلا واحد جاهل كليا بتفسير القرآن خاصة كما قلت لكم من سوء حظ علي منصور الكيالي أن محمد سئل عن هذه الآية من طرف هرقل وتنجموا ترجعوا للتفسير القرآن طبعا على حسب المصادر الإسلامية لأن ما فما حتى دليل هيدل على أن هرقل سأل محمد أما في المصادر الإسلامية وفي تفسير القرآن نلقاه أن هرقل عندما قالوا له أن لك جنة عرضها السماوات والأرض سأل محمد قال له إذن أين توجد النار فقال له سبحان الله وأين يوجد الليل عندما يأتي النهار يعني أعطاه إجابة بإجابة وسكت على الموضوع وحتى في عهد عمر عندما سألوه اليهود نفس السؤال أين النار قال لهم نفس الإجابة امتع محمد إذن هوني محمد أعطاه رأيه في هذه الآية وتعرف أنتم يا مسلمين أن محمد لا ينطق عن الهواء وما هو إلا وحي نيوحى كيفاش محمد بيدو ما عرفش اللي يعرفه علي منصور الكيالي يعني هنا علي منصور الكيالي ولنا رسول واصبح يتنبأ بالغيب ويعرف الشياء ما كانش يعرفها محمد كان جال كلامته علي منصور الكيالي صحيح لكان محمد أول واحد يقوله إذن ما قالوش على خطر ما هوش صحيح إذن هذه الآية لا يحق لعلي منصور الكيالي ولا لغيره أن يفسرها أو يؤولها كما يريد لأن هناك نصا واضح يفسرها محمد ويعطي إجابة واضحة وهذا ما عندها الإسلام الذي لا يجوز لك أن تؤول وتفسر ما وضحه محمد وما أعطى له إجابة لأنه لا ينطق عن الهواء وما هو إلا وحي يوحى إذن هنا نقول علي منصور الكيالي لم يكن الحظ معك هذه المرة وأنا أتعجب كيف ما يسمون بين قوسين علماء المسلمين لا يصدرون فتوى لتكذيب هذا الكذاب هذا الذجال هذا المؤول للقرآن بطرق ملتوية ويكذب حتى محمد نفسه في تفسير القرآن وتفسير الأحاديث أرجو أن تكون الفكرة واضحة ومع فيديو قادم وبإسلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر